بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ شرح المحاضرة في مادة الالكترونات ومحاضرة اليوم بعنوان التنائي الوصلة بين عند التطبيق جهد الانحياز عليها اللي هي the BN injection diode with applied وكيف ما خذينا نحن في المحاضرات المحاضرات اللي فاتن عند التركيب ثنائي الوصلة اللي هو ال BN هو عبارة عن وجبة جانب B اللي هو البوزيتف والجانب N اللي هو فيوجد نوعين من الحياز هما انحياز أمامي forward based والذي يكون عنده جهد منطقة بي موجبا بالنسبة الى N وانحياز العكسي اللي هو reference والذي يكون عنده جهد المنطقة بي سالبا بالنسبة للمنطقة N وسوف نتناول هذا جزء من الدراسة من النوعين اللي هو انحياز أمامي وانحياز عكسي طبعا تركيزنا في الشرح كله على طريقة كيف كيف يركب أو كيف يشتغل أو كيف يعمل الترانجستر الدايد في الدوائر الكرابائية عنده توصيل أو عنده توصيل الدايد تنعي الوصلة اللي هو بن نوع بن بالبطارية بحيث يكون الجزء بي متصل بالقطب الموجب للبطارية والجانب N متصل بالقطب السالب للبطارية كما هو موضح من الشكل هذا فأن الثنائي يكون في حالة انحياز أمامي وهي الحالة التي تسمح للدايد أو للثنائي بمرور التيار من القطب الموجب إلى القطب السالب وفي هذه الحالة تتنافر الإلكترونات اللي هو الجانب N موجود فيه إلكترونات مع القطب السالب اللي هو الشحن تسالب واللكترونات سلحن نتسالبة تتنافر مع بعض البعض و جانب بي شحن تاب upp positive تتنافر مع جانب القطب الموجب اللي هو شحن تاب موجب مع القطب الموجب للبطارية وتندفع لعبور الوصلة الى الجانب N ونتيجة لذلك يقل الايونات الموجبة في الجانب N وهذا جزء الموجب والايونات السالبة في الجانب N وتسمى هذه المنطقة منطقة الاستنزاف ويقل عدد الايونات السالبة في الجانب B كيف ما قلنا وتضيق منطقة الاستنزاف تسمح لمرور التيار هذا الشكل اللي هو تركيبة كيف يشتغل الدايد هنا تركيبة الكرهوائية هذا الرمز الدايد هذا القطب الموجب اللي هو وانا اللي هو يرمزوله بحرف A وهنا الجزء السالب اللي هو كوتود ويرمزوله بحرف كي وهنا يوريني ان IF طبعا الرمز للفورورد فورورد كارنت اللي هو التيار الامامي والتيار كما هو موضح انه هو يدخل من القطب الموجب الى القطب شنوه السالم هنا عند زيادة جهد البطارية اللي هي كل ما زدنا جهد البطارية هذا عن القيمة الجهد الحائل فان العرض منطقة الاستنزاف اللي هو منطقة عادية ضيق وبالتالي يسمح بمرور التيار بين قطبي المصدر عبر الوصلة بمرور التيار كل ما زدنا البلتية هنا كل ما زائيا يسمح بمرور التيار بين قطبي الوصلة اللي هي بين الان والبي وبالتالي يمر التيار في الدائرة كلها مما سبق لنا ان الثنائي يكون في حال انحياز امامي فان الالكترونات سوف تنتشر من المادة N الى المادة B كما ان الفجوات اللي هي الموجبة سوف تنتشر من النوع B الى النوع N والنتيجة لهذا الانتشار تضييق منطقة الاستنزاف ويمرر التيار الكاراباي ونتيجة لهذا الانتشار حاملات الغالبية للتيار وله مركبتين الاولى هي مركبة الناتجة عن انتشار الالكترونات واخرى الناتجة عن انتشار الفجوات اللي هي ناتجة عن الالكترونات اللي هي سالبة والفجوات اللي هي موجبة تزداد شدة التيار بالوصلة بزيادة قيمة شنوء الجهد الامامي ويسمى التيار في هذه الحالة التيار الأمامي اللي هو الفوروورد ويرمزها بالرمز IF كيف موضحنا في الشكل ويمكن تمثيل ويمكن تمثيل جهد الشكل هذا يمكن ويمكن تمثيل الجهد الحائل بمنطقة استنساب ببطارية صغيرة زي هذه القطب الموجة قطب سالب قطب موجة قطب سالب بطارية جهة الحائل كأنها بطارية صغيرة اللي هو سالب وموجة لها قطبية عكس قطبية الجهد المطبق في حالة انحياز أمامي وبالتالي يمر التيار عبر الدايد وبالتالي لكي يمر التيار عبر الدايد فانه يجب ان تكون قيمة جهد المطبقة على الحياز الأمامي اللي هي جهد هذا اكبر من قيمة جهد الحائل اللي هو في بي يعني جهد البطارية هذا اكبر من جهد الجهد الحائل اللي هو في بي بش يمر التايار الكربائي وتختلف قيمة جهد الحائل باختلاف نوع الثنائي ففي حالة السيليكون تكون بوينت سبعة وفي حالة الجرمانيوم يكون بوينت ثلاثة وعندما يكون الثنائي اللي هو الشكل هذا عندما يكون الثنائي في حالة لنرجع للخلف عندما يكون الثنائي في حالة توصيل فان قيمة الفقط في الجهد على طرفيه تساوي تقريبا قيمة جهد الحائل ويمكن احمال قيمة الفقط في المقاومة الثنائية وذلك اللي يستغل في مقاومة RB و RN اللي هي المقاومة المقاومة الموجودة في الجزء و المقاومة الموجودة في الجزء نوضحها بالرسمة المقاومة الموجودة هنا RN و RB يمكن احمالها لانها صغيرة جدا ويوضع مقاومة في اي دائرة كربائية فيها دائد للتحكم في التيار للتحكم في التيار المار في الدائد ونظرا لان مقاومة الثنائي في حال انحياس امامي والتي تمثل مجموعة المقاومتين RN و RB وتكون صغيرة جدا كما حكينا فانه يجب ان توصل مقاومة على التوالي مع الثنائي وذلك للحد من قيمة التيار المار في الدائرة نجد انحياس العكسي انحياس العكسي عنده توسيل الوصلة BN بالبطارية بحيث يكون الجانب B للثنائي متصل بالقطب السالب للبطارية والجانب N للثنائي متصل بالقطب الموجب للبطارية كما هو موضح في الشكل اللي هو عكس التوصيل بتاعه في حالة انحياس أمامي هنا الموجب متصل بالقطب السالب والسالب متصل بالقطب الموجب في هذه الحالة وفي هذه الحالة تنجذب الإلكترونات الإلكترونات في الجانب N اللي هي موجودة هنا إلى الوصلة نوع B اللي هي الإلكترونات الموجودة في الجانب N تنجذب لأن هذه موجبة تنجذب إلى الوصلة نوع N اللي هو هنا الإلكترونات اللي هي سالبة والأيونات الموجبة الموجودة في الجانب B تنجذب إلى الجانب N اللي هو هنا فتتزع منطقة شنو الاستنزاف الاستنزاف تصبح واسعة هنا في هذه الحالات تنجذب في هذه الحالات تنجذب الإلكترونات في الجانب N إلى القطب الموجب للبطارية وتتباعد عن الوصلة بينما الفجوات التي هي موجبة في حالة الجانب B إلى القطب السالب للبطارية وتتباعد أيضا عن الوصلة وبذلك يزداد عدد الأيونات الموجبة إلى الجانب N من منطقة الاستنزاف وعدد الأيونات السالبة إلى الجانب B من منطقة الاستنزاف ونتيجة لذلك يزداد عرض منطقة الاستنزاف كما حكينا وتزداد شدة المجال الكارهبائي اللي هو هنا في الرسمة أوضح أو الأيونات الموجبة تنجذب من الجانب B إلى جانب N والأيونات السالبة من الجانب N إلى جانب B وتتوسع أو تزداد عرض منطقة الاستنزاف ويزداد شدة المجال الكارهبائي بمعنى يزداد الجهد في منطقة الاستنزاف ونتيجة لهذه الزيادة لشدة المجال الكارهبائي في منطقة الاستنزاف تنتقل الإلكترونات من الجانب B كما حكينا إلى الجانب N كما تنتقل الفجوات من الجانب B إلى الجانب N فإن طيار صغير جدا يمر في منطقة الاستنزاف في الاتجاه العكسي ما بين الكوتود اللي هو المهبط إلى العنود اللي هو مصعب بالشكل هذا اللي هو اسمه فيه IR صغير جدا عند زيادة جهد العكسي إلى القيمة معينة اللي هو الجهد هذا قيمة معينة يصبح التيار العكسي ثابت ولا يحتمد على جهد يطلق عليه بتيار التشبع العكسي Saturated Current أو Saturation Current ويرمز له بالرمز شنو I O ويحتمد هذا التيار على كثافة حاملات الأغلبية للتيار ونظرا لأن حاملات الأقلية للتيار تحتمد على نسبة الشوائب الموجودة أو المصنوعة منها أشباع المواصلات نسبة الشوائب تحتمد على درجة الحرارة وحيث أن نسبة ثنائي ثابتة فإن درجة الحرارة تشكل عامل أساسي في تحديد قيمة التيار العكسي في الثنائي وبما أن قيمة مقاومة الثنائي في انحياز العكسي كبيرة جدا والتي تمثل مجموعة مقاومتين RN RN تكون عالية جدا فإن قيمة التيار العكسي تكون بالميكرو أمبير وبالنانو أمبير يعني صغيرة جدا جدا لو لاحظنا التيار في حالة انحياز الأمامي كان بالميلي أمبير هنا بالميكرو أو بالنينو أو بالنانو أمبير ونكتفي بهذا القدر ونلتقي في المحاضرة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر